في نهايات بتبقى صعبة ومؤسرة وحزينة مصر كلها زعلت على اللي حصل في عازف الساكسفون اللي رحل وهو بينقذ أم واثنين من أبنائها بعد انقطاع تيار الكهربائي وهم داخل الأسانسير الموقف كان صعب جدا على الولاد الصغيرين عشان كده اتحرك العازف بشهامة وجد عانة ولاد البلد وقرر يساعدهم على الخروج من الأسانسير بس ما كانش يعرف ان دي النهاية وانه هيتحول من مجرد عازف لبطل شعبي مصر كلها تزعل عليه أخوه قرر يقول تفاصيل جديدة هتعرفوها لأول مرة وانقلكم مفاجآت عن عازف الساكسفون يطرق حكاية العازف وإلا عمله عشان الناس كلها تتكلم عنه وتدعيله بالرحمة محمد علي نصر شاب مصري اسكندراني غاوي منزيكة من صوره وعشان كده درس الجاز وكان عايش في لندن فترة طويلة وقرر يرجع مصر وكان بيعزف في الكفيهات والفنادق والحفلات ودار الأوبرا عشان يقدر يعيش ويصرف على نفسه وفي يوم كان راجع من شغله وركب الأسانسير بشكل طبيعي عشان يطلع شقته في الدور التسعة عشان يريح جسمه من تعب يوم طويل وركب معاه أمه وولادها الصغيرين وفجأة الأسانسير وقف وتعطل ما بين الدور الثامن والتاسع وده بسبب انقطاع الكهرباء الأولاد الصغيرين خافوا وحسوا بالرعب ومامتهم بدأت تحضنهم وتطمنهم رغم أنها هي كمان كانت بتنتفض من الخوف محمد بص لهم وبدأ يطمنهم أن المولد هيشتغل في ظرف لحظات وبدأ يندهب بأعلى صوته على حارس العمارة ورد عليه الحارس رد ما كانش متوقع أبدا قال له المولد الكهربائي عطلان وهنا بقى زي التوتر الأم وولادها الاتنين بدأوا يسرخوا لأن الأكسجين كمان بدأ يقل في المكان وبشهامة ولاد البلد الجلعان قرر محمد يساعدهم وطلب من حارس العمارة كرسي وبدأ يخرج الأم وأولادها وعدت بسلامة وهنا جي الدور عليه عشان يخرب من نفس الفتحة بس القدر كان لي رأي تاني محمد بمجرد مخرج أول رجل اتزحلق من على الكرسي ووقع في البدروم وودع حياتنا ولازل حارس العمارة بسرعة عشان يلحق محمد بس خلاص محمد كان رحل عن الدنيا وبكت الأم وأبنائها على الراجل الشهم اللي أنقذ حياتهم بس الحقيقة إنهم مش هم بس اللي بكوا عليه لأن مصر كلها بكت عليه وتحول في ظرف لحظات من مجرد عازف ساكسفون مغمور لبطل شعبي ضحى بحياته عشان ينقذ أم وأبنائها شقيق العازف محمد علي نصر شغال خارج مصر في أحدى دول الخليج ولما عارف الخبر قطع أول تذكارة ورجع مصر عشان يودع أخوه لمسواه الأخيرة وكشف عن إن حارس العقار فتح باب المصعد عشان يدخل هوا للأولاد الصغيرين وإن أخوه أنقذ الأولاد وولدتهم بس قدر ربنا إنه ما قدرش ينقذ نفسه وقال إن أخوه متزوج وما عندوش أبناء وكان معروف بحسن الخلق بين كل جيرانه وقال إن عزاقه الوحيد إنه ضحب نفسه عشان الأولاد تعيش وأطلقوا عليه على سوشال ميديا لقب بطل الأسنسير قلونا إي رأيكم في تصرف عازف ساكسفون محمد علي نصر ودعوله بالرحمة والمغفرة